ها، اه ... ماهي رأيكم في الروف ده؟ لعلمكم مالقتش غير اللون ده كنت عايز الوان تالي مالقتش غير السويت اه رأيكم؟ ، شكلا 1979 product خليك فعالتا المهم عرفتو هيتم عملك ماشيي دخلو لي اول زبون اه, لا انتناlide إستاني 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 .. إينجح risk اللست ايه ايه انا بصراحة مش مصدق الاعلام ده يعني يعني ده حضرتك مكتب محامي ومطعم فول وطعمية في نفس الوقت ايوا يا سيدي هو كده بالظبط حضرتك هتشتري كباية فول او علبة فول بجنيه بتاخد ساعتها فوقيها استشارة قانونية بخمسة جنيه على طول اه حس كده بقى اه اه اتفضل حضرتك عايز بجنيه فول وبخمسة جنيه استشارة محامات اه حضرتك هرديلك حضر بجنيه فول ولا ميزو اه بجنيه فول في علبة ها تحب نحطلك حضرتك فوق الفول شوية دمغة اي حاجة بحضرتك المهمة تدبرني اه اصلا انا كده بصراحة عايز ارفع قضية على امراتك اه عايز ارفع قضية على امراتك حلو اه حضرتك بتشتكي من ايه بالظبط ارفاني ومنكده علي عشتي ليل والنهار معليش يا سيدي كل الستات كده استحمل ساعات حضرتك كده بتشخط فيها بتشخط فيك ماه ومعليش ان رفزها بتجيب الشخيط يعني واحياناً يعني بتشتني لا ماهو عادي برضو يعني ماهو الشخيط بعديش تيمة على طول دي معروفة يعني ودايماً تضربني على قفايا اهموماً يا سيدي ضرب القفا زي اكل الزبيب بيقول امبارح امبارح حضرتك زودت الملح شوية في طبق الفول ايه زودت الملحة لحة الا الفول لا ينفع امداً حد يلعب في الفول مادام زودت الملح طلعها يا اساس مع انا دلوقتي حضرتك لو انا طلقتها هتبقى حضنة وهتاخد الشقة والعفش والنفقة وانا هيدخرب بيتي في المصاريف وهتسجن اه انت خيبت السجن ولا يهمك يا ناس يا اخوانا لازم هذا الرجل يأخذ حقه لسبب بسيط جدا ان هي الستة حضنة ومش عارف ايه وبتاع بص انا اقولك على فكرة كويسة واقانونية جدا حضرتك تاخد العفش اللي انت كنت شريه طبعا اكيد انت تفع فيه دم قلبك تاخد العفش ده تهربه من الشقة وغير لون باب الشقة وقولك غير باب الشقة كله لا اغير باب الشقة ليه؟ عشان لما ترجع ما تعرفش ان انت خدت العفش يا ناصع الله اكبر مع حضرتك كده اجران هيشوفوني وانا منزل العفش وهيشهدوا علي وبرضو هتسجن اه ولا يهمك ولا يهمك انا كل الحاجات دي عندي حيوكة ايها ايها بص هقولك فكرة هيلة اوي انت تجيب حبال من اللي هي النوع الضخم اوي ده وتربط العفش كله بالحبال ومن البلكونة تقوم دلدل العفش من دلدل العفش وتنزل بسرعة وانت بتدلدله من فوق تقوم نزل بسرعة واخد العفش كله وحطه على العربية ورسجه وتجرى على طوله الله عليك يا استاذ يا سلام عليك يا عباري طب معانا حضرتك كده ممكن الحبال بتاع تلعفش تتلعبك بحبال الغسيل ويقع على العفش على الارض ما تداشد شمية حتة وبرضو هتسجن اه يبقى انت كده الحلول اللي الودية ما تنفعش معاك ما ينفعش معاك الحلول بردة لازم معاك حلول حمية ويبقى ايه الحلول الحمية دي؟ اه سألتني سألتني ايه هي الحلول الحمية بص يا سيدي انت هتجيب فوطة مبلولة غرقانة مية وتيجي على امراضتك بعد ما هي تنام تبسك الفوطة وعلى منقلة تتخنق 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 لغاية ما تموت خالص طب معانا لو حضرتك لو عملت كده هي هتموت وانا برضو هتسجن لا يا ناصح في الحالة دي انت مش هتسجن امه ليه؟ تاتت عدم